بدورها نعت الحكومة الإيرانية رئيس إبراهيم رئيسي وأوزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقهم وخلال اجتماع طارق بحضور محمد مخبر النائب الأول لرئيس الراحل ورئيسي البرلمان والسلطة القضائية أوضحت الحكومة أن مخبر أكد استمرار الحكومة في إنجاز مهام السلطة التنفيذية بشكل كامل وأن رئيسي البرلمان والسلطة القضائية أكد تعاونهما معه لإنجاز مهام السلطة التنفيذية كما أعلنت الحكومة التشكيل ست لجان متخصصة لمتابعة إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحالية عقب وفاة الرئيس